تجمع بي سي للألعاب والستريمينج ولكن المرة بكارت شاشة خارجية ولكن يا صديقي العزيز علشان نعمل تجمع زي دي في الفعال الاقتصادية وتشغل لنا ألعاب زي فالورينت على 230 فريم وفورتونايت على 25 فريم كمتوسط مش كماكسيمم فإحنا لازم هنعمل شوية تطحيات أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على القناة معاكم نبيل وقبل مبدأ الفيديو حابب أشكر صديق القناة جاك لانتسابه في القناة في العضوية الزهبية ودعمه للمحتوى وشكرا لكل الناس برضو اللي هتطلع اسمها دلوقتي على الشاشة لدعمها المحتوى كل قطع تجمعاته النهاردة هتلاقي عند المصارات تكنولوجي وهتلاقي اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن تجمعاته النهاردة صديقي العزيز مبنية على منصة انتل بالأخص معالج كور اي سري عشرة مية اف معالج بيجيب أربع أنوية والثمان مسارات بتردد ثلاثة وستة من عشرة جيجا هرتز ومع البوست بيوصل لأربعة وثلاثة من عشرة جيجا هرتز ويادعم تردد رامات لحد الفين ستمائة 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 وستين ميجا هرتز سعر المعالج ده حاليا الفين تلتمية وخمسين جنيه مصري أما عن اللوحة الأم من باب التوفير اخترت الجيجا بايتش ربعمية وعشرة ام اس تو اتش ماذر بورد صغيرة فيها ما يكفي من مداخل ومخارج للاستهلاك الأساسي بتاخد رامتين وابتدعم الدولة شانل بحد أقصى 64 جيجا بايت وتردد 2666 ميجا هرتز تقدر تركب فيها ام دوتو من الجيل الثالث سعر اللوحة دي حاليا الف وربعمية جنيه مصري التجميع دي صراحة بيجي معها رامات شكلها أقل من الأفريدج حتى باللون الأخضر الأديم والتصميم الليها الأديمة من السنين فاتت الكسر بحجم 8 جيجا وصراعية 2400 ميجا هرتز سعر الرامة دي حاليا خمس وخمسين جنيه طبعا أنا أنصحك أنت تجيب رامتين 2 في 8 أو 16 جيجا ودول سعرهم سيقفوا عليك كده 1100 جنيه كمان الكيسة هنا موديل رويكس مش عارف الموديل ده كده ناطقوا صح ولا لأ ولكن ده أحد الكيسات الصينية اللي توفرت في السوق في الفترة اللي فاتت واللي تتيجي بسعر 700 جنيه وعند 700 جنيه طبعا ما تحطش سقف طموحات عالي وتفكر أنك هتاخد كيسة واوة وكده جودة التصنيع مقبولة والتهوية فيها متوسطة وما تقدر تتحكم في صراعة وإضاءة المراوح عن طريق البوردة لأنهم للأسف كلهم متوصلين عن طريق البوردة متاح بس التحكم في إضاءة الشريط الأمامة عن طريق الضرار في الكيسة مكانين اثنين بس الواحدات التخزين يأما تحط في واحدة HDD والتانية SSD يأما تحط في الاثنين SSD أو في الاثنين HDD عموما أماكن التخزين فيها قليلة ما عندكش القدرة على الكيبل منجمنت للأسف الشديد وده شيء متوقع أجم الكيسة كمان صغير ولكن اللي فاجئني أنها تأتي بجنب زجاجي ده الغريب فيها بصراحة الاثنين SSD بيحط مع الكيسة دي باور مستعمل 500 واط ولكن هو يقدر يطلع لك بشكل مستقر ومستمر لحد 400 واط بيأتي معك كل الكابلات التي تحتاجها سواء كابلين التمانية بيننا أو أي ماكن الذي تريده ستجد موجود فيه وسيقضي معك في تجميع مثل هذه وكمان أعلى شوية تقري الكيسة والباور بـ 950 جنيه في الوقت الحالي قبل ما تكلم في جزئية كارت الشاشة أحب أقول لك أن أنت دعمك بيهمني جدا يا ريت ما تنساش تحط اللايك وتحط تعليق وتعمل شير مع صحابك الكارت المستخدم في التجميع دي فهو من سوق المستعمل يا صديقي العديد نحن نتكلم هنا في تجميع اقتصادية منشان نعرف نجيب فيها حتى النهاردة كارت زي 1650 سوبر والكلام ده لا للأسف الشريف الكارت الموجود في التجميع دي وهو انفيديا جيتي اكس 960 النسخة الـ 4 جيجا كارت قديم من معمرية قديمة ومن جيل قديم أنا عارف كل الكلام ده وكمان السعر عالي ما هو السعر قليل وده بسبب اللي بيمر بيستق حاليا وأنا ما عنديش خلفية بصراحة الأسعار دي حتقل إمتى أو إيه اللي حيحصل في المستقبل سعر الكارت ده حاليا 3000 جنيه مصري أخيرا وحدة التخزين والتجميع دي بتيجي بهارد ميكانيكي 500 جيجا بسعر 250 جنيه سعر التجميع دي كده صديقي العزيز 9000 جنيه وسأقول لك كمان شوية ممكن تنزلها إلى 8500 جنيه لأن لسه في كمان تضحية ممكن نعملها ولكن خلينا نشوف مقابل تضحيات اللي احنا عملناها لحد دلوقتي سنأخذ أداء أعمل إزاي ففي لعبة زي أساسنز كريد أورجن على اللو سيتينجز ودقة عرض 1080 أخدت متوسط فريمات 57 فريم في السنة كان المينوم تسعة وتلاتين والماكسيموم كان 76 فريم أما عن لعبة زي ريد ديت ريديمشن على 1080 وعلى أقل الإعدادات، لكن لكن على gli이라 كمان اخذت متوسط فريمات 41فريم وكان المينوم أو أقل كانت 38 والماكسيموم كانت 46 والأن الألصاب كانعي 20فع الخليل أما عن لعبة سيتينجز ودقة عرض 1080 متوسط فريمات 57 فريم وكان المينوم 51 فريم والأقصاب كان الأساسه كان 61 فريم أما عن الألعاب التنفس أما عن هلكا 22فريم ثمود والمش على عوام، ولكن OFT اعتبرت كما اعتقدت متوسط فريمات ٢١٥ فريم وكان الهاتف حوال وهناك الم ميهم مئة وثمانية فريم وأعلى فريمات وصلها كان ١٨٠ فريم و llegar إلى ١٠٦ فريم أما عن لعبة ما له أقل الاعتعدات على ضغطا ٢٠٠ أخدت متوسط فريمات ٢٣٠ ماد سبعة وخمس عم وَهماٰ تلتم أعشه وأكبر سبع سبعه وثمان كن ثمان جنيه في الوقت الحالي فأنا شايف ان الاداء ممتاز سواء كان في علعاب تريبل اي او الالعاب التنفسية تجميع على الوضع الحالي هتساعدك جدا ان انت تسجل الجيم بلاي او تعمل استريم والفضل طبعا للهارد وير انكودر بتاع انفيديا كمان لو حبيت ان انت تمنتج على ضبطة عرض الف وتمانين هتاخد اداء كويس ولكن ما تتوقعش من المعالج ده انه يعمل معاك بروشيكتس كبيرة مليانة افكتات كتير لا الحاجات اللي هي بتاعتنا هتبقى كويسة جدا معها اما بقى عن التضحية الاخيرة اللي انت ممكن تعملها وهي ان انت تختار كارت شاشة اقل مثل ام دي ار اكس خمسمية وستين اللي اربعة جيجا بايت الكارت ده حاليا سعره الفين وخمسمائة جنيه يعني انت كده هتنزل من السعر الكلي خمسمائة جنيه كاملين يا صديق العزيز وصراحة اداء الكارت ده برضو كان كويس هو مش احسن اكيد من الجي تي اي اكس تسعمية وستين ففي لعبة مثلا زي اسيسن سي كريد ارجين على اقل الاعدادات على دقة عرض الف وتمانين اخدت متوسط فريمات ستة واربعين فريم اما عن لعبة زي ريد در ديمشان تو على اقل الاعدادات ودقة عرض الف وتمانين وكانت تكيتشيرز برضو على ميديا رقم انا شايف برضو انه هو كويس اما في لعبة زي فورتو اخدت متوسط فريمات مية واربعين فريم هنا الفكرة الكارت ممكن يخرج اكثر من كده ولكن انا لاحظت لما كنت بفتح الفريمات عن فوق المية اربعة واربعين كان استهلاك الكارت بيزيد وده طبعا بيأثر على الانبود ديلي وكان بيعمل دروبات كتيرة مع الواقع فهو كان الايدل بالنسبة لي وكان افضل حال بالنسبة لي ان انا ما عملهاش لانليمتد ولا اي حاجة واسبها عند المية اربعة واربعين فريم ولكن الاداء انا شايف انه كان محترم خصوص انت بتتكلم ان المينوم كان 83% والوان برسنت لو كان 72% وكانت اصلا اللعبة معظم الوقت على الوان واربعين فريم فهده برضو اداء كويس معلش رجال عماله قرارة من الورقة بس هو فعلا يعني صعب احفظه الكلام ده فعلا ففي لعبة مثلا زي فالورينت اخدت افريج 222 فريم والمينوم مية 38 والماكسموم كان 317 فضي ارقام محترمة طبعا وان برسنت لو كان 130 فريم ولكن لما هتضحي وتجيب الكارت ده انت بس مش هتخسر شوية في الاداء لأ الكارت ده مش صالح خالص لان انت تسجل بيه او تعمل بيست ريمات للأسف الشديد او ما كنت بسجل بالكارت ده كنت بخسر فوق العشر فريمات احيانا عشر احداشر خمستاشر فريم في حين اصلا ان تجربة اللعبة مبنية على انت بتتكلم في 40 فريم وخمسة واربعين فريم وتلاتين فريم فلا لما اخسر عشر فريمات منهم اصبحت اللعبة فالكارت ده مش مناسب لواحد محتاج ان هو تسجل الكارت ده مستعملة ولازم تبع عارف ازاي تفحص الكارت بتاعك عشان تتأجد من سلامته وهسيب لك لينك تحت في الدسكريبشن يعرفك ازاي تتعامل مع الكارت المستعملة عايزك تقول لي تحت في التعليقات انت بتفضل النوع ده من التجمعات والله بتفضل ان انت تجيب تجمعه ب كلها جديدة من الصفل لحد هنا يكون الفيديو خلص تأكد ان دعمك بيفرق معي جدا سواب اللايك والتعليق والاشتراك لو انت حابب تشوف المحتوى بتاعي في المستقبل ان شاء الله شكرا لكل واحد بيدعمني كان معكم نبيل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ويومكم سعيد وبيضحك